لدى لقاء سموه بوفد من مجلس سياسات الشرق الأوسط بأمريكا فقد أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أشهد بالتغييرات الإيجابية والفهم الجديد للإدارة الأمريكية بقيادة فقمت الرئيس دونالد ترامب تجاه المنطقة ودولها ووصفها سموه بأنها تؤسس لمرحلة جديدة أكثر تفاؤلا وتعاونا وأن الجميع يتطلع إلى نتائج زيارة رئيس الأميركي إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وينظر لنتائجها بإيجابية على العالمين العربي والإسلامي مضيفا سموه أن ما نراه من أمريكا بقيادة رئيس ترامب اليوم هو فهم أفضل وتعاون أحسن بعث على مزيد من التفاؤل في المنطقة كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل وفدا من مجلس سياسات الشرق الأوسط الأميركي يتقدمهم سعادة السيد رونالد نيومان عضو المجلس وذلك بحضور رئيس وأعضاء المجلس وخلال اللقاء رحب سموه بالوفد الزائر مشهيدا سموه بعلاقة الصداقة والتعاون البحرينية الأميركية وبحرص البلدين على تطويرها وتقدمها كما أثنى سموه على الدور الذي تقدمه الأكاديمية في تطوير العمل الدبلوماسي والحرص على الاستفادة من دورها وقد تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع وفد مجلس سياسات الشرق الأوسط الأميركي إلى القضايا ذات العلاقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما أشاد عضو مجلس سياسات الشرق الأوسط رونالد نيومان بما حققته مملكة البحرين من تطور وتقدم على مختلف المستويات وبما تشهده من نهضة تنموية وتطور سياسي واقتصادي وأثنى على جهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تحقق في المملكة من تطور وتقدم ترجمة نانسي قنقر